متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة واداة جديدة من ادوات الذكاء الاصطناعي واداة النهاردة هي ادامة جانية تماما موجودة على موقع هاجينج فيس كل اللي عليك ان انت هتعمل اكاونت على هاجينج فيس عشان تقدر تخش على اي نموذج ذكاء الاصطناعي او اي ادام نتكلم عنها وهاجينج فيس من المواقع الممتازة جدا اللي هتلاقي عليها كنوز بالفعل والنهاردة هنتكلم عن واحد من تلك الادوات وهو اي اي كوميك فاكتوري اي 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 كوميك فاكتوري تقدر تعمل منه ستوريز او قصص ملونة بالذكاء الاصطناعي زي كده المجلات المصورة اللي كان بيكون فيها قصص لو تفتكر بقى المجلات اللي كنا متفرج عليها وإحنا صغيرين ولسه مازالت موجودة بعض الكتب اللي فيها مثل هذه الستوريز او القصص بهذه الطريقة اللي هنشوفها النهاردة بتبقى حلوة قوي كمحتوى ممكن تستفيد تعمل بيه محتوى عندك على اليوتيوب او ممكن انت تستخدمه كمحتوى قصصي للاطفال مثلا مصور عايز توصلهم معلومة بالصور وبالالوان ممكن انك انت تستخدم هذا النوع من الادوات هتحطلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله علشان تجربوا السهم حاجة تعمل اكاونت على هاجينج اولا زي ما انتو شايفين قدامنا كده الانترفيس كالاتي اول حاجة بتروح تختار الستايل الخاص بالقصة نفسها هل هي نوترال نوستايل ملهاش استايل معين ولا جابانيز ولا مثلا فرانكو بلجين او امريكان مودرن او حتى ايجيبشن موجودة بس هياخد الستايل القديم بتاع القدماء المصريين او استوكفوتو او ايه بالضبط انت بتختار سيه اختار نيوترال نجرب مع بعض النيوترال والجريد 1 اللي هو بيقسم الستوري بتاعتي بالمنظر ده كده يعني زي الشكل انت شايفه لو انا اخترت جريد 2 حياخد الشكل ده او جريد 3 حياخد حيقسم التقسيمات دي فهي التقسيمات المتعلقة بالصفحة الوحدة الزيرو بيديني الشكل ده انا هختار جريد 1 هو الديفولت كمان والشائع وهنا تفعيل او انك تقفل الكابشنز مش بتظهر بصراحة في الكل الكابشنز يعني انا جربتها وفيه هنا البابلز الكابشنز عايزها تبقى عبارة عن ايه بالضبط هنا ممكن تفتحها وتقفلها برحتك هنا الستوري انت بتكتب اللي انت عايزه بالضبط يعني انا ممكن اعمل اديلي روتين فور اتين ييرز اولد بوي وهنا الستايل اللي هو الجو بتاع القصة ممكن اقول صاني مثلا مش مث او صاني دي هنا حبتدي اقول له جو وفيه هنا قبل ما اقول جو فيه الجزء المتعلق بالسيتنج انا كل اللي زبطته هنا هو الموف زا سلايدر تو ست زا توتال اكسبكتد نمبر اوف بيجز مثلا عدد البيجز اللي انت عايزها ايه انا خلتها اتنين كل ما حتمشي كده حيقل كل ما حتمشي اه كده حيزيد اه هنا خليها تو بيجز هعمل كلوز حبتدي ان انا اقول له جو وتعالى نشوف النتيجة بتاعتنا بيبتدي ان هو يولد النيو ستوري زي ما احنا شايفين طبعا هاجنج فيس هتلاقي عليه ادوات رائعة بحاول فعلا اركز على الادوات او النماذج الذكاء الاصطناعي الجيدة اللي موجودة اللي ممكن تستفيد بيها وزي ما انت شايف مجانية وتقدر انك انت تستغل لها في انشاء المحتوى بشكل مختلف يعني انا بعرض لك ادوات وانت ممكن تستفيد بقى من هذه الادوات بالشكل حسب انت شغال على ايه هنا ده الديلي روتين بتعطف له وزي ما احنا شايفين لو اي حاجة من دول ما عجبتكش تقدر تروح تعمل ريدرو ويعيد رسم المشهد مرة تانية ففيه كمان ريدرو في ادت حواريك الادت دلوقتي انا بس حبيت الاول اواريك الريدرو اوكي حاجة زي كده وممكن تروح تروح للأدت وتبتدي تكتب المشهد ده انت عايزه ايه ايهung He is walking to his school Holding هعمل save مثلا في الآخر خالص بقى هنا بتبتدي تعمل add page 2 بعد كده بتعمل add page 2 عشان تضيف الصفحة التانية تكمل بيها للstory زي ما انت شايف عمل لك page 1 عمل لك page 2 ممكن تطبحهم وبعد ما تطبحهم تقص الscenes دي وتستخدمها تحطها على لوحة كارتونية ممكن تستفيد بشكل كبير جدا جدا من هذه الأدات وهنا في الآخر خالص بتبتدي تعمل get pdf ومن get pdf بتبتدي ان انت تعمل save للpdf عندك على الجهاز او ممكن تختار ان انت تعمل print لو انت الكمبيوتر بتاعك متصل بطبيعة تبتدي انها تطبع في الcolor black and white وفي الcolor وهنا اللي اوت عايزه يكون portrait او land escape تطبعه بالطول او بالعرض وفي الاخر خالص بتعمل print انا شايفة ان دي ادى حلوة قوي للناس اللي بتبقى عايزة صور وتستخدمها كادوات تعليمية للاطفال او تطبعها وتقصها وتحطها على كارتون وتستفيد منها هذه الأداب الذكاء الاصطناعي هتفيد بشكل كبير تقدر بقى تجرب ستايلز مختلفة وتبدع وتكتب بقى اوامر كتيرة انا بس حبيت ان انا اقلقي ضوء على هذه الأداء حطلك الرابط في الوصفة اسفل فيديو زي ما قلتك في بداية الفيديو اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى ودي فيديو صغير وخفيف مش زي فيديوهاتنا الطويلة وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء تنساش لايك وشير وكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله